صدر عن صاحب اسم الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعا ثلاث قرارات لسنة 2016 وجاء في القرار الأول بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة المادة الأولى مع مراعاة أحكام الفقرة ألف من المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 يسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة وجاء في القرار الثاني بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط التغريف المادة الأولى مع مراعاة أحكام الفقرة ألف من المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 يسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في نشاط التغريف على أن يدرج معه نشاط التوصيل الذي يتعدى أرصفة الشحن إلى الوجهة النهائية وجاء في القرار الثالث بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة أوكلاء الشحن الجوي والبري والبحري المادة الأولى مع مراعاة أحكام الفقرة ألف من المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 يسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 49% في أنشطة أوكلاء الشحن الجوي والبري والبحري ترجمة نانسي قنقر